تكون تنجم أن نكون ضحية المنظومة معناتها المكسيموم مش تكون في أسيرانس ولا في بانكة ولا في إدارة ولا في أي شريكة معناتها كبيرة ما بشكون في المنجم نقول لي هذي فنية أصح معنات المنسبة لي هنا من فنية تقليدية أخرى هذه فترة ولي تكرم ونرفض ولا جبت تروحي شوي على خاطر ولا وجدني كل رول نفسهم عندما طوالت لحيتي طوالت شعري دخلت نترينها شوي بشو موان كون عندي هكا فيزيك ما على الأقل نتبدل شوي وقد تخدمت على المنطال المتاعي ما هو النجم أن نحسن في روحي؟ ما هي مامير وفكشون؟ ما هو الحاجات اللي نجم أن نحسن حتى راني وانا ما نعمل حد شي ما هو أموان حتى ما بعد كي تخرج تبدأ عندك ثنيات واضحة نحبش نحلم برشة بالكبير مهم ياسر أنك تتمتع بثنية، ساعة حلمة تجري وراها تجري وراها تتعب لا تتمتع بثنية ولا تاخد الحلم أخيو هكا كاننا نسيبها ونخدم على روحي كل يوم بالعكس نتمتع بثنية وفكش ناخد حاجات حتى ربوع الحلمة اللي في مخي بالعكس نشيق عليها أكثر من الحلمة اللي أنا كانت عندي مني أنا صغيرة انجح في حياتك مرهبا بكم في انجح في حياتك وضيفي بالنسبة لليوم ممثل تونسي الشاب لكنه قاعد يسنع عشرة سنوات واكثر شوية بش يوصل للتشالانج كما يعتبره اللي عنده في الأدوار اللي يلعب فيها ثناء ثناء عنده حدث بما أنه في تونس يلعب دور عمره ما تعود أنه يلعب ويلعب زادة كيف كيف لأول مرة دور في مسلسل عربي عن بدايته عن وصوله للتمثيل عن أحلامه وأشياء كثيرة أخرى نحكيه اليوم مع ضيفي في انجح في حياتك محمد مراد مرحبا بيك محمد عاي شكرا مرسي بكو حمزة مرحبا يا سيد شرفتنا مرحبا مرحبا محمد ولع كادير وتونجيه بعض شوية لي شخصية كادير المثيرة هافي اللي عملت البرشة كلام قاعد يتقال عليها بالبيه وبالخيب سورته بالخيب سورته بالخيب شويخ ولكن عنا تقليد في انجح في حياتك محمد اللي هو نبدأه بجملة من الصور اللي نحبك تقولي شنو اللي تعنيلك الصورة الأولى اللي مش نبدألك بها هي هاذي هي الصورة صورة تاكسي تاكسي شنو تعنيلي تاكسي تاكسي تعنيلي هي الخدمة اللي كنت نحب نخدمها كي كنت صغير كي كنت طفل معتا في عمر معين كنت ظهور لي كان يظهور لي تاكسي حاجة أقوى خدمة في العالم على خاطر حر برشة وانا نحب ياسر الحرية وانا نحب يكون كبير ويسوق كره بقى حاجة كبيرة وانا يحاوس يمشي وين يحب حاجة ممتازة ويكمل يخلصوه معناتها تاكسي وانا نحب يتعرف على العبيد ويحكي وانا نحب يتعرف على العبيد يحاوس يمشي وين يحب ويخلصوه معنات عن ديانا لكاتر اوبسيان معناتها موجودين دون كنت كنت يسر تظهر لي تاكسي أقوى خدمة أقوى خدمة نجمع للقاوية التاكسي هذا في علاقة بالصورة الأولى الصورة الثانية وديالين وديالين معنات أحسن مخرج عن ديانا وأقوى كاتب وسيناريست عن ديانا وديالين وتفرش في فلم وكل برسك معنات حاجة عظيمة برشة وديالين وذلك من الناس اللي من أحلام كأنك تخدم معهم وموكبر يأسر تاوش من أحمر حتى في أحلامي ليه لحقيقة مش من أحلامي مراكس نفرق شوية بين العبيد يحبه ومن أحلامي بالكشي مش وقاحة مني يعني نقول الحلم معنات مش حاجة كي متين كور حتى نحب فلم ونتفرج فيه مبارشة ونحب المسر معه دكار، لذلك تحبه من ناحية الخدمة متاعه من خدمة متاعه من طريق التفكير ومن طريق التكتيب ومن الإخراج متاعه ونحبه على الأخر سنبوغطان أني معنات زعما من نحب يسر المثال معه مثال معه ولي هي حاجة بعيدة شوية معناتك من كتروج وانا مكهب على التسعين ملا، دجا كبير ومن صوروش بشي استنيه ببعا، عا، الحغل السورة الثالثة والأخيرة كنت صغير من هذا الصغير؟ الآن محمد مرد وعمره 4-5 عام 4 عام سنين السورة هذه ترجع في 94 عام 34 عام تصويرا أخير كنت صغير هذا الطفل وعمره 4 عام 4 عام كان يتصور ويتخيل وقتها 30 سنة من بعد تقريبا؟ لا ما نصورش لا لا وقتها كان هنا في مخ التاكسي أو بعد شوية؟ هنا ما كنتش أنا ملي صغير نعيش لوجوغ وجوغ ما كنتش ياسر نطمح في أما كبرت شوية وبدلت أفكاري مع عمر اللي كنت نصور روحي نوالي ممثل ولا نوصل معانتها للشهرة ولا للميدان هذية مع خطر ملي أنا صغير عمري لكن معانتها طموحي أني ندخل تمثيل ولا نمثل ولا نوالي مشهور جيتها بالصدفة بشوية بشوية وقبلتها وبالعكس شغلت عليها علخ بيكش خير حتى من أن تكون حلمة وناخذتنا وهابش نجيوها كيفش بدات ولكن البدايات كنت بعيدة ياسر على التمثيل الداير نجم نتصورك يمكن كل شيء إلا في التمثيل نتصورك في إدارة المؤسسات نتصورك في أنت وليا شو سي معناها مع الدراسات التجارية العليا في قرطاج سألت بشوية نعمية فقط لحث نعمية فقط نعمية فقط من أجيب 1280 من المنزل يوازي اوقت من المنزل ومن ضد المنزل تكون البداية كيف تكون مصدرة انه ميزل في الياي شو سي دي كارتاج وفم امام تي فانتازم في الياي شو سي دي كارتاج انك مانتا فاك عماراقية وفم دي عرب حر وفي دي كارتاج وكل شيء حتى كان فامو مشكلة بتاع ترانسفور وفمت نسكن امالي ما مش مشي والياي شو سي دي كارتاج فمتنا وصحابي اللي قرينا في مزاسيس كان هكا كالفانتازم وحامدون لما انت خلطت لك وعملت مستير غادي كوانا في الياي شو سي وقتا بش تعمل بعدها بش تخدمت في خدمة في علاقة بمجالك لا بسخطين ما اه كانت اثنية انه بش نحو الليسانس متاع ولا بكش مستير وش سيركويل عادي المطلق كان بكش بانكيجي ولا تخدم فيها سيرانس ولا فهمت معتا كنت نجر من نكون ضحية المنظومة معناتها اللي تسميها ضحية ما كانش اختيار معناها ما كنتش مختار يسر مسلم روحي ما كنتش معتا تموح كممثل والمدفع متاعي تكون إداري الموظف حقيقة سيئة ما نرجع بتوالي ونقول لهذه اثنية الصح من اثنية تقليدية اخرى قبل الحقيقة كنت كنت انتبع في المنظومة الكلاسيكية ماكسيموم تكون في اسيرانس ولا في بنكة ولا في ادارة ولا في اي شركة معناتها كبيرة ما بشكون في المنظومة وانتي تقرأ بش يبدأ يجيك عالم التمثيل ولا قبله بش يجيك المنكينة وعروض الأزيان المنكينة عملت عام ونص بالك شيء بدأت المنكينة جيتني عروض متاع عملت عام من المنكينة تعرفت على العبيد تدخلت بين قوسين في الشوبيز بديت نفهم معناتها في السيستيم وانتي تظهر لحاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة ما تكون تتبعوا كهو وبعدك العام ونص معنات بالكانتكتويت اللي عملتهم بلساستان 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 وانتي تتابعوا كتاباً كنت تأتيت بلساستان بلساستان وانتي تتبعوا كتاباً بلساستان وانتي أتبعوا بالترنج من مباشرة في الفيلم فوسنوت وانتي تبدأ على الرحلة من غاديك غاديك هل من هنا يبش تبدأ تعرف محمد أنه الفيزيك متاعك نجميحلك ببين خدمة الحقيقة في الماكينة كنت نعرف اللي فزيكما خاطر بصيفة عامة في الموديل في الماكينة يحبوا دي بروفيل مختلفين انو تكون بلان صحيح معنىش برشة برشة معنى عنا السمر اكثر لكن نعرف اللي فزيكما خاطر بصيفة عامة في الماكينة نجم نقل حظي ونحن نقل حظي حتى في الماكينة كانت تفيد من الى موديل الماكينة كانت تفيد من الماكينة ومعنى تمثيل حظي في التمثيل في الماكينة ما قالت محظي على خاطر جنفة التونسيين مائن لأنني كانت تفيد فرصتي في البارشة كذلك نعرف يتعد للتمثيل اللي هو واحد واحد ووجي وعمعرف اللي حرقت مرحلة البوب أما هذي ديجا مهمة ممكن برشا ما يعرفوهاش خاطر ساعة تقول لك مثلا الممثل المزيان أو الممثل المزيان تريك ما ناش عمل هو تيبن عند ربي هو مزيان وجاو عاي طوله ولكن انت تاو كي ما كي تقول تاو محمد يعني مش ديما رأو ساعات كي انت تبدأ غير ممثل للناس اي بطبيع ضفرين ما يختاروكش خاطرك لا تجسم التونس بين ضفرين التقليدي معتا الموين هكا تونيزيان حتى فيزيك ما معتا ستوفي الببليسيتي راهو انتي الياغورتا ولا الحليب ولا تتبيع المتوسط التونسي دك نجمش لازم هوا يروحوا فيك ما انت ثم بلتو أمبغان بلتو هكا نجمشوا واحد يقول لك هذي يجيب له واحد طالياني ولا فرنساوي معتا ما يمثلش التونسي دك اللي بوات وقتا نذكر حتى في الكاستينغ في كل شاكن ويما يرفضوني ويقولولي سامحنا راك وانتي ما تدخلش في اللعبة جملة واحد ويظل لي مش تطور عندك نوع من مش نسميها عقدة ولكنك شك فيها بما انه قلت في برنامج أرب كاستينغ في أبو ظبي ما نحبش لجنة التحكيم تقيمني على الفيزيك متاعي يعني كنت عرفها الحكاية انه ناس ياسر يقيموك على الفيزيك متاعك يمكن ما يستنيمش يشوفوا شنوه كباب لي انتي تعمل ولكن يقيموك على الفيزيك متاعك يقبلوك وإلا يرفضوك شلق بها من غادي صحيح من أول ما بديت الكاريير فهمت لي في الماكينات نجم تعاونك في تمثيل بجوتو معانتي نجم يعطولك مرة اثنين على رول هكا واحدة ما نعرف اللي في المطلق في كاريير كاملة معانتا كمش تقعد يما تخدم على الفيزيك راه وحاجة مايش بش تنفعك بش تقعد فريمان متواضع معانتها في الايدي امتاعك ولا في الخدمة دوك عارف اللي ملازمش تقعد في ثنية ديكا بركة وهي هي وعملت كالكوزاني معانتا كمانتا قعد كالكوزاني في نفس البروفيل العاقل المتربي اللي خاف من أمه وتراشنو بش جيت فرصة بش نجمت ان شاء الله ان شاء الله دو جيت نحكي لك شنو قعد نسمع من العباد انو على اقل برول كادير نجمت نخرج من من العاقل برشا ومن الزبط في شخصية اخرى وعمش نجيوها دوك تقعد معاكم دايدة كمان ادوار العاقل الدلولة القننو خدمت على انك تخرج منها؟ خدمت خدمت على انك كنت نستنى في فرصة هل نعف روحي نجم نعم حاجات اخرى نجم نخرج من معتمل الكليشية ذلك كنت جوش نستنى في فرصة وجيت الفرصة تعتبر مع داور كادير كانت الفرصة مروج المخدرات في فلوجة كسر نهائيا هذه الصورة؟ كسر نهائيا ما نصورش نهائيا ما زيدة من شاء الله ما ننتحوش في العكس في نقعده في رول الباد بوي معنى بين قوسين هو خطر الممثلة في المطلق معنى يشيخ راه وكي تبدله وكي عام هكا وعام هكا وساعات فرد بريود تخدم برسوناج هكا وبرسوناج هكا رايزي كبنة التمثيل مش لازم نقعده ثمانية سنين نخدمه فرد رول وإلا ثمانية سنين نخدمه في رول واحد اخر معنى تجيني فرصة يجيني سيناريو محليه معنى من مرتيش حقيقة خدمت فاش خدمت معنى نجم تنعمل إنه جاد فترة وليت كريمه نرفض ولا جبدت روحي شوية لخاطر ولا وجيني كالي رول نفسه منتع الفهم قلت هكا معنى نرقى في برشة جو معنى الخدمة قلت بالكشي مني انا اني كل عام حاضر كل عام نوري في روحي قلت بالكشي كان نبرد وجهي شوية قلت بالكشي نبدل روحي فيزيكمان قلت لحيتي تتاولت شعري دخلت نترين شوية بشو موان قلت عندي هكا فيزيكمان على الاقل نتبدل شوية وهذا كان لي وبالكشي وبعد بالصدفة جيت ساوسين كلمتني ودخلت في رول كذلك وانتي تحكي على الصدفة لكنه يظهر لي شوية انه يعكس نوع من مرحلة ربما تصلحني كان يغال محمد تعي ربما نضج معين حتى عندك كفنان خاطر حسيتك خدمت على زوز حاجات حكيت انتي سابقا انك انتي في الاصل ولايت حشي ربما خدمت على الحشمة ثم خدمت فيزيكمو على روحك كما توقنا انا هنحكيه الولاية زادر العاقل خاطر بدنك هكاية كان شوية كمتاع ولايت عاقل ودل ولم وكذا خدمت شوية فيزيكمو وترانيت شوية وبدلت شوية في الهيئة متاعك لونك خدمت عليهم الحشتين هذوما الفيزيك وموضوع الحشمة خدمت عليهم؟ هو رب بيناتنا حام بيناتنا انه الحشمة مجلت حشامرا وانا فهمتهم بعض مانتا بالحق مانتا فهمتلي الحشمة سيامتخدوك موجه ذاك اللي يشوفوه كدير مانتا الحشمة لا تنجمش نحياها كما تقول انت معاش خواف من حاجة لا تنجمش فردار بتقوم تقول لي معاش بش نخاف مانتا حب لها باش خدمة ما هو نجمت نعمل اني وين حشم؟ سيان سنتيمان اللي نخليه الداخل مايقلقنيش برشا نعرف نجيريها على الاخر وليت حتى وين حشم نعمل حاجات مستحيل المخ ينجم يتصورها مانتا فهمت؟ صوتو اين اقبل ولا حاجات مستحيل نجم يعملهم حتى وين حشم ساعات تغدرني الحمورية في الوجه ساعات نحماها ركاية حتى نبدأ كيف تنبي صحابي ولا حكاية ما زادة واحد تنجمت برشا ليس فزيكا ما ما تنجمت بش ناحية الحشمة بحاجات ترابسية معانتا كل مرة نقول والله يا ذاك نعملها كمان معانتا ذاك يرى يفاز نحكي مع عبد ما نعرفه وشنا نطلب حاجات معانتا حتى حاجات غريبة ذاك الانترينمان عندي مهم ياسر ليس فزيكا ما الانترينمان في الحياة اليومية هاو ساعات تعملها مصغار يعانوك برشا في خدمتك في روحك بش تطور من روحك ولا بش ناحية الدفو ولا تبدل حاجات في روحك نوع من مرحلة جديد في حياتك خدمة هذي منتالمان على الحشمة نرجع للمنتال خطر نشوف كديما تكتب عليه موضوع المنتال منتالما في الموضوع الحشمة ولا فيزيكما في موضوع الانترينمان اللي هو بديت بيه نزد هالأدوار جديدة الدور متاع انري في تاج والدور متاع كادير في فلوجة انو الناس اليوم ما تكرهك كادير مش هذا الدليل انك لعبت الدور كما ينبغي خطر يجب ننكرهوه ديلور متاع مخدرات وعامل البطيط معناها في الناس متاع انسانيا نتكرهو انو الناس تكرهك وتوصلك لكلام هذي يعني انك نجحت في الدور؟ ننتصور ننتصور لحقيقة خطر من قبل نسمحها لحكاية الفكرة انو كان يحبوك يبان يحبوك يحبوك يحبو الممثلين مع تبصيف عامل العبيد اللي فهمتوا حتى بطبيعتك ولا بشخصيتك حتى في الانترفيو نجموا يتعرفوا عليه كشخصية دونك كالصوات وتكون متربي لا تعرف تحكي بشي حبوك صحيح اما انك تمثل بالكداية رول الشرير ويقول الهوك ياك الهوك ويقلبوا جملة مع الفكرة اللي كانت عليهم ننتصور معناتها ثم يمسيختين الكيديبيليتي بلكتي في الرول اللي خليتهم يقتنعوا انه ينجم يكون محمد مراد هو ينجم يكون كدير وطوة يعرضوني في الكيس يقولوا اللي نعرفوك اللي فهمتها يرجع لهم مشاهد العقل سيئ تنحى مهدي ميهائيا اي تنحى تنحى مهدي اي نورة الهوية ومهدي وتنحى ومعنا وقاسم وكل العقلين كل تنحى ومشيوا على رواحهم نخليه شوية محمد مراد الممثل هبنحكي مع محمد مراد مسير شركة اسمه محمد مراد فهنا كنا نحكيه وطوة في فترة من ناحيتك اللي نصور فيها هذا النظج اللي نحكيه عليه كيفاش قاعد تبني في هذا الاسم محمد وفي هذه الشركة اليوم هو سؤلك عند ايانا مهم يسري في الدنيا انك تفرق بين محمد مراد وبين محمد مراد الشارك في شرك هذه كخدمة مستقبل عملهم في حياتك belekشي الميهنية الاهم المهم والاهم هو محمد مراد شركة تخدم محمد مراد محمد مراد يخدم الشركة صحيح؟ أما لازم المؤهلات والإمكانيات لرسورس الكل متاع شركة محمد المراد هي اللي تخدم محمد المراد خاطر نم من اللي خدمة خدمة و الدنيا دنيا و فهمت و طموحاتك المهنية حاجة و طموحاتك في الدنيا حتى ما عندكش طموحات ما عندك في حياتك الشخصية نجمك و طموحك إنك تعيش فرحان مش حاجة أكسبسيوني ساعات قبل ساعات واحد يحشم يقول لما عن طموحي نحب نعيش مرتاح مش نعمل برشة فلوس نعمل برشة فلوس اتخافيغ الفلوس بالكشي اتخافيغ برشة حاجات اما كيتفرق انت بين شركة وبين انت شخصيا نجم فهمت تهزرق ستقول يا اخوي انا نحب محمد المراد هي الشيخ بانسور نعمل في جو كبير بالشركة بالخدمة اللي قاعد نعمل فيها بالتمثيل حمدولا يا ربي ما انت دي ما اقول حمدولا منيش واحدة اللي عملت هذا كل تم حاجات زاد عاونوني ما انت من الدنيا من العالم من الانفيرونما مخدمت عليهم جي سيزي لزيولي 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 باش محمد المراد الشخص ينجم يكون يعيش متفرح واليوم اول مرة زادت مثل دور في مسلسل حربي هنا في تيج ينجم يكون منطلق تحب ان يكون منطلق لأعمال عربية اخرى نحب اي اي عالش لي مجات صدفة هي معانت العملية جيت جاني تليفون خدمت وبعثت بعض فيديو متاع كاستينج وقبلوني وعليش لي تنجم تكون اثنية وكي ما قلنا محمد المراد معانت غاديكا تضربوا بين قوسين في محمد المراد الشخص وفهمت زادة وبشوية الاكسبريني اللي الشخص حاجة اراه والخدمة حاجة اخرى والشخص مهم ياسر في الخدمة في دومين احنا لذلك الحقيقة خليت كان امتباعات ممتازة ومعانت عملت باش اصحاب لعبيت الكل حبوني خليت كان معانت باس ما تحفونه دوك ما نتصورش اللي معانت هنتصور اللي ما نجم يكون كان باب ولا اثنية اني ننتشر على الاقل عربية في بعض الصور والفيديوهات اللي تون شوفوها محمد نشوفك تهبط فيهم وتنصح شوية ببعض الكلمات بالخروج من زون دو كنفور والخدمة على المنتال عجبني برشة الفيديو اللي هبطه في بينه الثلج حبيت تقول لنا شنو يعني لك هذو مزوز زون دو كنفور ثم من بعد المنتال واناكو تقول يلزم الويهد فينا يخدم برشة على المنتال المتاعو ماذا تقلقك زون دو كنفور خاطر حمزة نصور هنا في زون دو كنفور عندك مساحة محدودة باش تتعلم باش تقدم وانتي في دارك وانتي في راحة وانتي كيما اقول حتى جملة مقولة هنا وصحابي كتبدا على البحرر انتي وصحابك عملي الجو ما تتعلم حد شيء وما انت تتعمل في جو ما تتعلم حد شيء ما تتقدم ما يصيرك حد شيء في الكنتر كي تخرج من زون دو كنفور لا يوجد مشاكل كل شيء عملك عملتها وعملتك كل شيء سيكون لا تتعلم لا تتقدم لا تتقدم بنا صغيرة و كيف يكون الخزء في البحر بعد ذلك أنتي لديك وممكن أن تُخذبه على البحر مع أصحابك لا تعني شيء يا ماء أنك تخرج من دون دو كمفور وتعيش المغامر نعم تعيش المغامر و كما قلنا هذا هو مخطب يجعله تعيش المجموعة سوف تستخدمه وكما ليس م fish لا تعني في مكانه و أنا بيجان إذا كانت هناك جيش في غابة وحدة في عملت أكام باستيجز في الليل فهمت مع انت ذاي كانت لي من من تخرج من زون دو كمفر عمره اللي كان جوه انك تمشي غابة واحدة كثيل واحدة واحدة مع انت ماشي خايف فهمت اما مشيت عليش خاطر نحب ريني روحي نحب الحق نخرج من من الحكايات نعرف طوالي يروبير مثلا لجا انا مشيت عملت كمبينج واحدة في الليل دونك ثم حاجات معانتش يخوفوني سبيسيالما فهمت دونك نتصور انه واحد قد ما يكبر في زون دو كنفور بش ما نمشيوش في المطلق برشا قد ما تكبر في زون دو كنفور متاعك قد ما تتعلم قد ما تتعلم وقد ما خير قد ما انت تكبر وتكوين شخصيت وشنو الفرق ما بين هذا والخدمة على المونتار خاطر نحس انها حاجة بعيفة ياسر عنا احنا في تقاليدنا بين ظفرين وضيما ان نحكيو انك تخدم على المونتار متاعك شو معناها تخدم على المونتار انه انه تكبر تحاول انا مثلا حامزو عديت برشا وقت في حياتي مع انت في العشرينيات عديت برشا وقت عندي وقت فراغ ومعملتش فيه برشا حاجات كبيرة كنت خدمت على المونتار ما انت خدمت على المونتار حتى وانا قاعدة في دار ثلاثة ايام نخمم في برشا حاجات وانتظر انك تخمم وانتظر كيف يجب ان نخمم كيف يجب ان نحسن روحي كيف يجب ان نحسن روحي كيف يجب ان نحسن روحي وانا قاعدة ايام تبدأ عندك ثنيات واضحة محمد راهو يحب الحرية على الاخ لا يحب الحرية كان لي هو يحب الحرية في المطلق لذا كنت تعرضني تقلقني نحب الانتة لذا كنت تعرضني او على الميدان في اي وضعية ترقى روحك حاضر وستويك ليس كل مشاعرك هاي اللي تحكم فيك بالعكس مخك هو اللي يحكم حتى علاقتك بالموت علاقتك بالنعرشة بالفلوس علاقتك بربي بالنس تولي واضحة وتولي حتى لغاية يكونوا أسرع برشة من انك مكش تخدم على مخك تخدم مشاعرك اكثر ولا تحس بمشاعرك ولا تتأثر اكثر من اللي يزم بمشاعرك وانتي تحكي على الحرية وانا راجع لها لكن من ابواب الحرية السفر وشفتك انك مغروم بعدد من الوجهات زادة البعيدة شوية منها امريكيا زيارة لوس انجلس وانتو شوفو زادة شوية ما نصورها هل هي جسنبض سياحة ولا خدمة ايه امريكا هي الحلم الامريكي معنى تقبل كل شي معنى تقبل ما نخدم مخي برشة امريكا 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 قلت واحد يموت امريكا امريكا ا pewien ويوجد شغط على نيويورك أكثر من إليه خاطر هكذا وظهرت لمدينة ياسر بحية أكثر من لازم لذلك ما تجسدش النبط الحقيقة معلش ليه معلش ليه معلش ليه معلش ليه معلش ليه واحد يتأقلم مع أنت ماهيش حاجة زادة ماهيش حاجة بعيدة ياسر ماهيش كوكب آخر كما كانوا يقولوا معناتها بطرف فيقة في النفس بكشي بطرف غصوخ سمعانت تنجم معلش ليه واحد يميخمامش في أمريك فجأني كلمك في أنجح كيف جيت بحثينا عندك عامين طوى تقريبا محمد وكيف قلت أنك ما تحلمش بالكبير ما عندكش ياسر فكرة أني نحلم بالكبير اسمعوها ما نحلمش بالكبير ما عندنا خايبة كي تعمل حلمة كبيرة وما تخلص ليش بحثي أنت بدأ ما كسبت العالم كما هو وما كسبت أي أسهل برشا مش تكون في أبخوش زين أكثر وكلم و تباش تجري نهار كامل و تجري ما تلحق كما يقولوا و رأسك مشان معلق الفوق و تنجم معطلات جدا و لكني أحببت تقايا في القاع و نظر قدامي و لا لدي حتى مشكلة و بيان سور أهم الحاجة أنه واحد يلسى داب محمد مراد ما عندكش حلمة كبيرة تحب تعملها هدف كبير في حياتك تحب توصله تطورت من وقتها ولا لا؟ تطورت هذا ما فيه شك وين؟ أما الفكرة ما زلت قايمة أني ما نحبش برشا نحبش نحلم برشا بالكبير و نرجع ديما لنفس البرامتر اللي هو ما بلكش بشوي حد كما قلنا نخدمه على محمد مراد أكثر منه نخدمه على الشركة لك محمد مراد مش نحميوه مش لازم نعطيوه أحلام كبيرة يسر بالعكس نعطيوه للرسورس بشي عيش توق بالإمكانيات اللي عنده ما تقوليش عنده خيبة ولي وكأنه كمعمل شركة كمعمل شاي وش معانيتها حلمة زيدا شفو أنت حلمة أني عندي حتى الحلم أراه ولا صعيبة بكتي حلمة وعندي حلمات ولي بكتي نحسم حتى بشي خرجه مع روحي شنو عندي بيدي أنا تاو عندي كان نعمل أحسن من نجم أكثر حاجة نجم نعملها معانتا جوفي دومان ميو شاك جوخ ذاك اللي بيدي أنا اني نحلم لما نحلمش وطموح طموح طموح مانيش مش طموح نحب المشكل مع اسب سبيلبرغ نعم هذا أنا تظهر لي حاجة كلاسيكية بلك شوية وتقليديا إنك تكون عندك حلمة هكا نحب نحب نخذ سكا بانسور نناسك اللي تحب تخذ سكا تم ممثل ما هيبشي أخو بانسور نناسك اللي تحب تخذ معاود يالين بانسور معانتا الحلمة اللي خليني يمركز أكثر في توش عندي وشو نجم نعمل والخطوة بخطوة أكثر مليا نقعد نغذر أنا جمع بخوجات في بلاسة معينة وبالك نحرق مراحل الحم نأخذ لغاديك ونأخذ لهمش ومن تمتعش حتى بالثنية مهم ياسر أنك تتمتع بثنية ساعة حلمة تجري وراها تجري وراها تتعب لا تتمتع بثنية ولا تأخذ للحلم أخذ هكا كاننا نسيبها ونخدم على روحي كل يوم بالعكس نتمتع بثنية وبالك نأخذ الحاجات حتى أربوع الحلمة اللي في مخي بالعكس نشيخ عليها أكثر من الحلمة اللي أنا كانت عندي مليا وعجبني ياسر كلامك على الثنية خطر صحيحة اللي تحس أنه فما ناس ساعات تبدأ مركزة على بعض الأهداف لأنها تنسى أنه كما تقول أنت تحكي المتعة في الثنية هذيك في اللي قاعد تعمل فيه كل يوم مش تخلط لك للهدف متاعك ولكن تنسى المتعة خطر طولي مركز كان على الهدف متاعك ساعات تشمشي من بلاصة تأخو كرهابتك مش تمشي لبلاصة في أخر الدنيا ولكن تنسى أنك تستمتع بالثنية وساعات تأخذ البلاصة تدسيو عليها إذا خطي مخك ماشي الدرشنوة تتلع مارسة ولا مسكرة وأنت كان في مخك أنه نهار كاميراك ماشي فنمت مش تحدي ثنية تحبونها تشيخ على الثنية على الطبيعة على اليمين على اليسار وبعد كان رقيت اللي حشتي بيها ما رقيتش بتبيعتين لازم ينروح نعود نسيخ على الثنية متاع المرويح فمتخير برشا من الناد ده متى مركز ياسر الرسك الفوق تشنق معنا محمد مراد اليوم ولد الثلاثينات ثلاثة وثلاثين سنة كان يقابل لمحمد مراد ولد الثمنتاش سنة فماشي حاجة يقولوا أعملها ولا ما تعملهاش مش يربح فيها ولد الثمنتاش سنة وقت لا كيف كيف عاود تعمل مسيرة هي بيدها كيف كيف ما عنديش ما انت منش ندم على على حد شي عملته ولا ما عملتوش خاطر خاطر كيلو ما حاجة ربما اخذت فاع برشا وقت وانتي من الثمنتاش سنة بش تعلمتها اليوم وانتي عندك هالخبرة الولد الثمنتاش سنة اللي يسمع فيك شو وينجم يربح من ولدي ثلاثة وثلاثين سنة لا اسمع انا نعرف الامكانياتي متاع ثمنتاش بغسوخ صمتاعي بسيكولوجيك ايكوناميك 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 السوسيال اللي تحب نتي ماينجم يخرج وكين محمد متاع ثمنتاش سنة بالبركور اللي عملوا وقت حسبي أنا وكي كان عمري ١١ ماذا نجم نعمل؟ بالهرمونات بالقراية بالهملة بالتاريخ ضيعت وقت صحيح ماذا نجم اللوم على محمد عمره ١١٢ سنة خطر في مخه اذاك شي يحب يعمل وهذه الأمكانيات التي عنده وهذه الأثنية صحيحة التي تظهره وكتابه يجي أنا بتاعت الأثين سنة اللوم عليه سنة باتسانس بالعكس كان أنا وليت بحكة بهذاك كان ليس الهملة ولا تضييع الوقت ولا الحاجات الغلطين اللي عملتهم مراني ما كونش الفيرسيون هذي اللي تحب ولا تكره أنا توا ما أنت مقتنع بيها وعندي أنا أحسن حاجة أحسن الفيرسيون نجم نخلت لها محمد ٣٣ سنة بدايت بمحمد ١١ سنة خبيان الناس اللي تحلم بالتمثيل والشهرة وتي تعرف محمد لي حلمة كبيرة عن برشة شباب كان قولك فماش يزوس ٣ مصايح نجم تقدمهم اليوم برشة حاجات تبدله حتى أنت إلى محالها ما زلت صغيرة وقرنتني بعشرة سنة التالية بللي ريزوسوا سوشيوليوم بكل مقاعد صاير في عالم تكنولوجيا فماش يزوس ٣ سنة صايح تقولهم الواحد ولا واحدة يحب ينطلق في عالم التنفيذ هذة شو تقول لهم؟ هو أنه الحقيقة أنا نخمم أنه الشهرة ما تعجب كان اللي مش مشهور حتى حكيت معها رأى مع برشة ممثلين وعبير مشهوريين رأى وعمره لو واحد مشهور قال لك ملا الجو والشهرة شيخة كبيرة فهمت كان اللي مش مشهور هو اللي تضر حب الشهرة فهمت كيف برشة فلوس رأى هو نفس الموضوع حتى اللي عنده برشة فلوس عمره قال لك غادي رأى والجو أما اللي ما عندهوش هو اللي تضر لك أنا جوس النجم ننصح في المطلق إنه عبد يكون عارف روحه على الأقل شنو يحب وشنية ثنية اللي مش مشي لها وشنو حاشته بالشهرة شنو حاشته بالفلوس زايدة مثلا حتى بالفلوس ويحد يحب فلوس مش مش تعم بيهم فلوس يكون عندك علاقة مع الفلوس أنا نحب نكون مرتاح في ناصير ماسكو نحب نحب نسافر نحب الحرية نحب نعاون العباد خاطر عندي نحب نعاون العباد ديما بنا أكثر برشك تبدأ عارف شنو حاشتك بالضبط أكثر من نحب شهرة نحب فلوس نحب أي حال لا أما بي فلوس تكنيك مون عمليا نعرشينا اليوم نهبطين على لكي يشوفني مخرج ننمثل هكا نصور روحي نمثله ونهبط نمشي نعمل كاستينج نمشي نقرأ مسرح شو نعمل بصفتين عمليا إذا كن نحب ندخل التنسية أول حاجة صبر صبر رغم لي أنا جيتني بطريقة نقوله نظام سريعة صبر مهم ياسر نحب نعطي مثل مثلا جميع المسرح مهم ياسر جميع التياتر مثلا ولد سيدا وفيق جبالي مثلا السنة مثله في رجوج فما برشا منهم نعرفهم في المسرح ما نتهى راهو عندهم ثمانية وعشر سنين نرى ما نعمله في المسرح ولقال آي لقال حيت لقال نحب نولي مشهور لقال كيفيش مثلا صبر وإنك تمشي مايش بش يبدأ واحد يحب يمثل بش يبدأ بالمسرح ما نعمل نجام يعمل يمشي يعمل مسرح أبدأ في المسرح أصبر وبعض تنجم تنجم في عام تطرشق تنجم في عشر سنين تنجم في عشر سنين سنين تحبك الحكاية روما تستنيش أنه غدوة بشتولي تمثل وغدوصة المشهور تنجم تكون غدوة تنجم تكون بعد عشر سنين تنجم تكون الجملة لا مستطيع أن تخرج من المسرح ومش تخرج مع تتحبتها الممثل مهم يجب أن تخرج من المسرح ندكو، ثلاثة كلمات محمد مراد نحبك تقول لي ما يعنيه لك؟ ومنهم كلمات ديما تعودها وعودتها معنا طوال مرات وذلك تعنيه لك كثيرا كلمة الأولى اللي بش نبدأ بها ما تعنيه لك محمد؟ الحرية 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 هي كما أقول الانسان ليس لديه كثيرا معنى يمن بهم ويبدأوا هم مستوى الحرية هي أول معنى الحرية اللي تعنيه لي كل شيء معنى جموش نبدأ ونحكي وفي حد شيء كان ما نطلقوش من الحرية ومش حريتي أنا بركة حرية حرية العبد الكل وحرية أي عبد عندي عليها حتى أولادي ولا عائلتي ولا أختي اللي هو معنى تنمن بالحرية كل واحد يخم من اللي يحب كل واحد يحكي اللي يحب لذلك عندنا المنطلقة كل شيء هو الحرية معنى غير الحرية من الجموش حتى تكون عنا هالقاعدة هذية متاع أفكار انت تعسيني فكرة وانا نعطيك فكرة وتمشي بعيدا في الحرية ولا عندك الظوابة احنا مجتمع عربي اسلامي محافظة ما نعمل وكذا واحنا مجتمع تونسي واحنا مجتمع عربي بالصورة هالي ولا لا تمن بحرية أوسع أنا معها الحقيقة أنا معها بالليميت اللي موجودين مش مني أنا بش نحط الموجودين مش تكون ثمه حرية مطلقة رغم لي أنا معها الحرية المطلقة مع كل واحد يعمل اللي يحب ما نعرف لي ثمه حرية بطبيعتها تحتلي ميكانيزم متاع المتاع العادات وتقاليد ما نعرف بالنسبة لي أنا كل واحد يعمل اللي يحب في المطلقة معتا مجتمع نجري واحد يقوله ما تعملش هكاكة خاطر أنا متساعدنيش الحكاكة ولا خاطر أنا ديني ما يسمحليش حتى في الدين أنا عندي أنا ديني أنا نخمم فيه حريتي أنا في ديني أنتي حر تعمل اللي تحب لو واحد قال لي أنا معتاك أن أنتي نهاريخة تتحاسب ولا تبشير واحد ما تمسش من الحرية ما تمس مني شيء دونك ما عنديش عليش أني أنا نحكي معك في هذك خي بيان الفكرة تجذبني كثيرا خاصة وأنك هترناعرف عادة من الناس اللي عندهم هافي الفكرة على الحرية محمد ديو دون يبدو هو تلمون عنده منطلق الحرية ياسر محلول يقول إلى درجة تنوي هو دون يعمل في حاجات لمنطلق أنا حر مش نشوف فيه عندك يعني تمن بالحرية لكن مكش في معنى تبروفوكي في الميز بالعكس ما قلت لك أن الفرق بين الحرية تكون فالور وحاجة هو أنك تحب حرية العبيد تحب حرية تكنتي لذلك أنا حريتي مهمة لينا ونحب حرية العبيد لذلك تحب حرية تحب فكرة معينة فكرة وأنا ما نحب 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 حد شيء نحب العبيد للكل تعمل إلي تحب وحتى كيف تفرض علينا وانا ما نتمسش أنا نعلم في الصمع بيت تمس بالدونك أنا منيشت بروفوكيسيون ظهر لي ماكسيمو ماكسيمو ما عملت بلوتة معنى تبريمان وعنت تبريمان هذه أكبر ديليغ عملت في أني نفرض حريتي عملت بلوتة ألجد ترنت عامة ورغم لي كبير وفرصتها على العائلة وكانت هكا الشهوة قعدت لي من هنا صغير فأمت عبارة وقلت لي بش نعملها بش نكار ميروحي وكهوة ذي كالماكسيمو ماكسيمو ماكسيمو ثنين ماذا تعني لك العائلة؟ العائلة هي الأصحاب اللي مختارنا هم هم الأول نويو تتعلم تتأقلم معاه وتتعلم ما معنى تها ديفوش ما معنى تها تقبل العبد بالصيفة عليك ما معنى تها بصيفة لكن نحكي هكا ما معنى تها عائلتي ما معنى تهاوه الصعيب في العائلة مفهوم العادي للعائلة اللي نعرفوه أموك وابوك ويحبوك ونحبو بعضنا أما مش نكونو أصعب ومفهوم العائلة هي الأصحاب اللي مختارتها ومش هي كيفش تقبل ديفوش متاع الغير هو كيفش تبدأ نرفز وتقبل بصيفة عليك وتتأقلم ومش كل شيء على كيفك ومش كل شيء حرية زادة فمت معنى تهاوه بالعكس العائلة مهمة ياسر ونقولها كايمة نقلل من شأنهم ولا من مقامهم في حياتي مهمين ياسر وصورتو أختي عندي أختي نحبها برشة نسلم عليها بابا ومي زادة كيفكيف لذا العائلة العائلة هي النوايون اللي تترينة فيه والتي تتأقلم وهي عرصة موجودة في حياتي تعتبر أنها من العرص موجودة في حياتي في حياتي بانسور شنوه معنى السعادة بالنسبانك البونهر 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 نصور كل فانية ولا كل عام كل جمعة هو واحد يعمل في هذا الكل أي حاجة تعملها أي كلمة تخرجها نورمال منطقيا هو ثنية للبونهر اللي تلوجع لك أي أكتفيتة تتعمل أي فكرة أي كلمة العبيد لماذا تحب فلوس لماذا تحب تخدم لماذا تحب تتعرف لماذا تحب تتكاثر لماذا تحب تتكاثر ماذا تحب تتكاثر ميكانيزم بونهر اللي مهم ياسر في حياتك اللي بدنيا نحن مخلوقين لكي تكون فرحان ذلك أهم حاجة تنجم تتجمرها وتحب تصليها هي البونهر تتكاثر أنك كان ساعة ما تعرفش كيف تتخلط له ولا كان الدفينيسيون بتاعه ضايع عليك هذيك الحاجة اللي هذيك الحاجة اللي تقال له خميا هذي الكلمات الثلاثة قالنا محمد أجوبة سريعة في تسعين ثاني محمد مراد وقتيش تقوم الصباح مخر مش بنامدة ما نخدمش كنمدة ما نخدمش تقوم مخر العشرة الحديش نص نهار نص نهار بين العشرة والنص نهار أول حاجة تعملها كي تقوم محبت أحسن ميزة ولا خصلة تفضلها عند المرأة الاحترام أحسن ميزة ولا خصلة تفضلها عند الراجل الاحترام كلمة تميز شخصيتك نعود أن أرجع للحرية أحسن حاجة تحبها في الصاحب الفيدلت اللعيب ولا الدفوء متاعك كاركار الحاجة اللي ما تحسش فيها الوقت وانتي تعمل فيها كمبيين أفليم ولا سريات أفليم آخر فيلم تفرجت فيه مالكوم مالكوم نتفليكس عجبك؟ عجبك؟ مالكوم لا أحسن أحسن ميزة تتمنى تعيش فيها روما آخر حاجة تعملها عندما ترقض تليفون مالكوم مالكوم شكرا محمد مالك محمد أحسن محمد شكرا شكرا مالك مالك دور دمار في السيري بتاع دمار في نتفليكس أعليش لي جي بورسة وشبوك إن شاء الله في نتفليكس ولا غيرها من البلاتفورم على المستوى العالمي كل التوفيق محمد مراد بون شانس إلى اللقاء مرسي